سعد الله صباحكم جميعا ونتحدث اليوم في الفصل العاشر من مصابق قانون الصحة العامة مدى رقم العقاقير الطبية هذا الفصل يختص بالأدوية والعقاقير الطبية المتداولة في الأراضي الفلسطينية طبقا لقانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 مقدمة علم العقاقير يسمى بالانجليزية فارما كوكنيزي وهو العلم الذي يهتم بدراسة الأدوية الطبية التي تسمى العقاقير المشتقة من النباتات والمصادر الطبيعية دمن العقاقير أي النباتات الطبية وغالبا ما يتعامل مع هذه المنتجات بشكل الأساسي غير المستخلص في الأجزاء النباتية ضمن الأوراق أو الأقصال أو الجذور المجتمع الأمريكي لعلم العقاقير يعني هو السوسيتي الجمعية الخاصة بعلم العقاقير في أمريكا يعرف علم العقاقير على أنه العلم الذي يهتم بدراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية والحيوية التي هي البيولوجية للأدوية والمواد والمكونات التي تدخل في صناعة الأدوية ذات المنشأ الطبيعي بالإضافة إلى عمليات البحث والتفتيش عن أدوية جديدة من المصادر الطبيعية أو النباتات هذا التعريف هو تعريف المجتمع الأمريكي لعلم العقاقير التي هي الجمعية الخاصة بعلم العقاقير في أمريكا كما أنه يعرف بالعلم الذي يهتم بدراسة الأدوية الخام أيضا علم العقاقير يسمى العلم الذي يهتم بدراسة الأدوية الخام مادة 65 في القانون التداول في العقاقير المسجلة يجب أن يكون العقار الطبي كلها جميعها المتداولة في فلسطين مسجلة في الدستور الدوائي المعتمد من وزارة الصحة ووفق النظام تسجيل موحد مادة 66 العقاقير التي تستوجب وصفة طبية لصرفها يحذر على أي مؤسسة صحية أو صيدلية سواء كانت خاصة أو صيدلية عامة في داخل مستشفى صرف أي عقاقير طبي التي تستوجب الوصفات الطبية إلا بموجب هذه الوصفات الطبية التي تصدر من الطبيب ويحدد ذلك بنظام يعني في نظام صرف الرشدات الرشدات تنصرف إلا إذا عليها ختم الطبيب وعشان الطبيب يكتب رشدة لازم يكون هذا العلاج يحتاج إلى رشدة طبية وعشان هذا العلاج يصرف لازم الرشدة الطبية تكون مرفقة مع المريض مادة 67 حظر تداول العقاقير المنتهية الصلاحية ممنوع بيع أو شراء أو صرف أو استخدام أو تناول أو تداول أي عقار طبية يكون منتهي الصلاحية وفقا للتاريخ المدون والمطبوع على الدواء يعني بعد ما ينتهي العقار يتم التخلص منه مادة 68 العقاقير الغير صالحة للاستخدام يعتبر العقار الطبية أو المستحضر الصيدلاني غير صالح للاستخدام والاستعمال إذا لم يطابق المواصفة الخاصة بالتصنيع والتخزين الجيد وتأكيد الجودة طبعا هذه بتكون مع المواصفات تشترك فيها كذا مؤسسة وتحط المواصفة المطابقة اللي بناء عليها صار بده يكون صالح للاستعمال لأنه هنا مادة نفي بإثبات يعتبر العقار الطبية أو المستحضر الصيدلاني غير صالح للاستخدام إلا إذا بصير صالح للاستخدام إذا طابق المواصفة يعني لا يستطيع أي أحد أن يجزم بأن المستحضر الطبي أو العقار هذا الصيدلاني غير صالح بالاستخدام إلا إذا لم يطابق المواصفة والتخزين الجيد وتأكيد الجودة يعني إذا عملنا له تحليل لقناة مش مطابق للمواصفة يعتبر هذا العقار غير صالح للاستخدام البشري ويتم سحبه من السوق مادة 69 حضر الاتجار بالعينات المعدة للدعاية والإعلان طرف شركة الدعاية والمستودعات الطبية تعمل دعايات مخصوصة ممكن تعمل علبة بدل ما فيها 30 حبة يكون فيها 10 حبات فقط من العلاج هنا ممنوع بيعها والتجار فيها العينات هذه العقاقية للطبية والمستحضرات الصيدلانية اللي بتكون سامبل ممنوع بيعها نهائي وهذه بتكون معدل الدعاية والإعلان أو التوزيع المجاني ومكتوب عليها مكتوب عليها فكرة إذا شفتها في أي صيدلية بلغ عنها وبتم مخالفة الصيدلية وإصدار قانون ضد هذه المواد مادة 70 تحضير العقاقية من قبل صيادلة مرخصة يحذر على غير الصيادلة المرخص لهم بمزاولة المهنة يعني يجب من يحذر الدواء ويخلط الدواء ويركب الدواء أن يكون صيدلية مرخص له بمزاولة المهنة ما دون ذلك مخالف للقانون عشان هيك يحذر على من هو غير صيدلية مرخص يعني هنا ما تتنفي بإثبات يحذر على غير الصيادلة الذين هم مرخصين بالأساس وبمزاولة المهنة أن يحذروا أي تعقار طبية أو مستحضر صيدلية يعني ممنوع حدا يركب إلا الصيدلية المرخص مطابقة العقاقية المحذرة للوصفات الطبية كل العقار طبية أو مستحضر صيدلية يتم تحضيره أو تصنيعه في صيدلية يجب أن يكون مطابق للمواصفات المذكورة في الوصفة الطبية يعني الرشدة لما يكتب الطبيب إذا فيها تركيبة معينة ما بين دواء ودواء لازم تكون طبقا لوصفة الطبيب أو الرشدة مادة 72 حذر استعمال العقاقية لغاية التحقيق ممنوع استخدام الوسائل والعقاقية الطبية لغاية التحقيق تحقيق الجناية طبعا يعني هنا ممنوع الشرطة تأطي حد دواء وتطلع منه أدلة أو إجابات على السؤال والحصول على اعترافات خصوصا في الجرائم وفي الجنايات بعض التجاوزات هناك ممكن تكون في القانون الخاص بحماية حقوق الناس فهذا امتهان للحق البشري ومنافي للقانون ومخالف له إذا تم استخدام أي عقار طبعي من أجل الحصول على الأعترافات ولولا وجود هذه المخالفات ما وضعت هذه المادة في القانون شكرا لكم لعلى حسن الاستماع والمشاهدة